عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين ولد في مكة في السنة السادسة بعد عام الفيل كان من أسرة قريشية ثرية ومعروفة وكان يعرف بالجود والكرم في السنة الثانية للهجرة تزوج عثمان من رقية ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاتها تزوج من أخرى من بنات النبي أم كلثوم من أبرز أحداث حياته هو مشاركته في الهجرة الثانية إلى الحبشة ومن ثم الهجرة إلى المدينة المنورة كما شارك في معظم الغزوات والمعارك التي قادها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما في ذلك غزوة بدر وغزوة الخندق عثمان بن عفان كان له دور كبير في نشر الإسلام والدعوة إليه في السنة السادسة للهجرة قام بشراء بئر رومة وجعلها وقفا للمسلمين وهو العمل الذي أثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تم اختيار عثمان بن عفان ليكون الخليفة الثالثة للمسلمين خلال فترة خلافته تمت العديد من الفتوحات الإسلامية وتوسعت الدولة الإسلامية لتشمل أجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا ومن أهم إنجازاته خلال فترة خلافته هو جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وهو ما يعرف بالمصحف العثماني توفي بطريقة مأساوية في السنة 35 هجريا وقعت فتنة كبيرة في المدينة المنورة وقد تمرد بعض الجماعات الإسلامية ضد حكمه هؤلاء المتمردين اتهموا عثمان بن عفان بالفساد والظلم بهتان وقد حاصروا منزله ومنعوه من الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد حصار دام لأيام اقتحم المتمردون منزله وقتلوه وهو يقرأ القرآن توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 35 هجريا ودفن في البقيع بالمدينة المنورة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم